التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنانش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حكم التاريخ وقواعد الجغرافية قد استاغى من ثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصرية ما جعل مصر دائما وأبدا في صدرة الدفاع عن الأمة العربية وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على أن مصر لم تخذل الأمة العربية ولم تخذلها أبدا كما أكد الرئيس السيسي سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي الذي يحتتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية مشددا على سعي مصر للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية وأشار الرئيس السيسي إلى وجود سعي دقوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مصاريها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل وعلى مبادئ أسلو والمبادرة العربية للسلام ومقرارات الشرعية الدولية إلى تصايد ينحرف عن هذا المسار أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكرية مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأمناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل وفي كلمته خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد وأشر رئيس السيسي في كلمته إلى صعوبة المرحلة الحالية لفتا إلى أن مصر تبدل جهدا كبيرا جدا لاحتواء التصعيد وتحاول وصول إلى وقف للاقتتال والتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على وصول المساعدات سواء طبية أو إنسانية إلى قطاع غزة في هذا الوقت الصعب أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريلا عن دعمه لدعوة مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية الدولية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة عبر مطار العريش وعرب عبر منصة أكسا عن شكره لإعلان مصر أن معبر رفح سيظل مفتوحا وعملا بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية وحالة الطوارئ أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 423 ألف شخصا أكبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وقال مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا في بيان إن عدد النازحين في القطاع وصل إلى 423 ألفا و378 نازحا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة إلى 1572 شهيدا و7262 جريحا وأوضحت الصحة في بيان مقتدب أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1537 شهيدا و6612 مصابا فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 مصابا وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفد المشيخ العام للطرق الصوفية واستقبل الوفدة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مثمنا دور المشيخ البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ومؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتطوير الأضرحة والمساجد من جانبه أكد وفد المشيخة الصوفية أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن وأنهم يقومون بعمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين حول ممارسة حقهم الانتخابية وأشهر وفد المشيخة خلال اللقاء أنهم متابعون ومهتمون بكل ما يحدث على المستوى الداخلي والخارجي وأن ما يهمهم في المقام الأول هو الاستقرار والأمن لوطنين الغالي أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس نواب الأمريكي ستيف سكاليز سحب ترشحه في قرار يفق مؤزمة المؤسسة وكان سكاليز أفاز الأربعاء في تصويت غير رسمي للحلول محل كيفين مكارثي الذي أقاله زملائه في الثالث من أكتوبر الجاري لكن النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين ترجمة نانسي قنقر